اشتركوا في القناة 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 يعني مشاكل السكر والضغط سبب وسمنة السمنة في البطن مع قابلية في جسمها او وراسية انها عندها يجيلها سكر وامراد قلب مش اي حد انما ايوة كل ما بتزيد سمنة البطن ولو انا عندي احتمال سبب السكر وراسيا بقرب السكر وخليه جيلي بدري في سن الاثنين وتلاتين وساعتها الليزر والحاجات الخارجية تيه ما بتجيبش نتيجة ما لهاش علاقة بالصحة ولا لها علاقة بالهرمونات اللي بتجيب السكر والضغط يعني هي بتجيب نتيجة بس خارجية شكلا بس هنا لازم نشتغل على الدهون اللي جوه البطن اولا هذه المشاهدة عندها وزن زيادة والوزن زيادة ده هي زعلانة ان مع مرض السكر ساعات بتخس لا هي محتاجة تخس بالطريقة الصحية اذا هي بعض الناس بتبقى عايزة تخس بعض الناس مش عايزة تخس مش مهم المهم الناس دي محتاجة تخس ولا مش محتاجة تخس اللي محتاجة يخس لازم يخس حتى لو كان مش مقتنع زي هذه المشاهدة لانها لما تخس سكرها هيتزبط مضاعفات السكر سكر في حد ذاته طب يعني ما أنا باخد الدواء ايوة بس بعد عشرين سنة العين هتتأثر بعد خمستاشر سنة الكلاه هتتأثر وساعات بيبقى أل من كده فهنا وهي صغيرة كده لا لازم تخس ولازم تخس بالطريقة الصحة مع ممارسة الرياضة عشان الدهون اللي جوه البطن تلي نعم هي كمان 32 سنة يا صغيرة وممكن السكر يصبت معاها يا دكتور طبع طبع هي مش هتخف منه خالص ولا ممكن تخف منه يا دكتور هي مش هتخف منه لأن هي عندها الاستعداد وبان في الحمل وحيفضل موجود هذا الاستعداد لكن هي تقدر تأجل مضاعفاته وتأجل بيسميها الأعراض بتاعته اللي هي ارتفاع مستوى ضغط مستوى السكر في الدم مثلا ممكن هي دلوقتي سكرها بيعلى كل شهر مرة لكن لو هي فضلت على كده هتلاقيه دايما عالي هتطارد دايما تزود الأدوية وفي الآخر هتلجأ الإنسولين إلا لو خست وكانت فيزيكالي أكتف متحركة بتزوء ده كله لورا بتزوء جرعات بتاعت الإنسولين لورا ترجمة نانسي قنقر